الاخوان مجرد خطة خطة سياسية لضرب الشعب اللي صار ضد المحتل سنة تسعتاشر وتحولوا بمرور الزمن الى جماعة تنفذ اجندة كل كره لمصر بدليل رأيه اهو فرسلت المنعك في الملك فاروق ولما الملك فاروق يقول نجيب اسماعيل باشا صدقي صاحب نظرية الحكمة بالحديد والنار وصدق بن جوريون والسعى لتحجير اليهود لخدمة اسرائيل مدرس الخط يقول للملك سمعا وطاع جلالتك عندي قاطع من المغيبين ممكن اطلقهم عالشعب بالسككين لو الشعب تظاهر ضد ارادة جلالتك مش الله مع الملك زي ما قالوا طبعا استغفر الله عظيم ويقول لك جماعة ربانية وملك جماعة الشيطانية تبع ايه؟ علشان كده لازم ارجع بسرعة لموسوعة مصر الحديثة وتحديدا الجزء السادس لموارخ المصر الكبير دكتور سليم حسن اللي تكلم عن حر محب قائد الجيش اللي زعل على حال مصر بسبب الفتنة اللي احدثها فيها اخناتون وكان لازم يتم القضاء على هذه الفتنة حتى تعود مصر الى المجد والانتصارات